عندما تسبب الوباء بإغلاق المطاعم في كاليفورنيا خسرت النادلة أليدا راميريز مصدر رزقها فغرقت كغيرها من الأمهات العزبوات في دوامة الفقر مع تكدس الإيجارات غير المسددة وتزايد الاتكال على بنوك الغذاء اضطرت أليدا إلى التخلي عن عملها الثاني كعاملة توصيل لمنصة إنستاكارت لتعتني بابنتها البالغة 11 عاما وابن أحد أشقائها المصاب بالتوحد والبالغ 21 عاما عندما أوقف زوجها في تموز يوليو لأعمال عنف منزلي أما في واشنطن فتخشى ماريا لارا أن تطرد قريبا من شقةها البائسة التي لم يعد في وسعها تسديد إيجارها إذ ينتهي الإعفاء الموقت من تسديد الإيجارات بعد عيد الميلاد واشتدت وطأة الوباء خصوصا على النساء اللواتي يعملنا في قطاع الخدمات الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية ويخشى أكثر من 12 مليون أمريكي عاطل عن العمل أو بلا مدخول خسارة المساعدة التي يصمدون بفضلها غدا تعيد الميلاد إثر وقف العمل بالخطة التي أقرها الكونغرس في الربيع